السلام عليكم الحمد لله سؤالك هذا دائما سؤالك هذا مشكل في الحقيقة وهو من أشد الأسئلة التي نتحرج في شأنها كثير لأن النص فيها ليس بواضح إلا العمومات أنت الآن تقول كلما توضأت تنزل نقطة مية فنقول إما أن تتوضأ دون أن تذهب إلى الحمام وتصلي وبعد ذلك تذهب إلى الحمام برحتك أو أنك تذهب إلى الحمام قبل الصلاة بوقت فإذا نزلت النقطة مسحت نفسك وغسلت ودخلت في الصلاة وتوضأت ودخلت في الصلاة فبين أمرين إما أنك تعجل إلى بعد الصلاة يعني يجوز الوضوء بلا استنجاء يجوز الوضوء بلا استنجاء ما دمت لم تتبول لم تطوت أو أنك تستنجي وتغسل قبلها بمدة بحيث إذا نزل منك شيء بعد ذلك فأعدت غسل العضو وتنشفت وتوضأت ثانية وصليت ما هو إذا كنت انتقلت إلى سؤال آخر إن كان هذا بالصفة المستمرة يكون سلس سواء سلس بول أو سلس ريح خلاص أنا أتيتك بالحلين لا يسعني شيء والله آخر سمعيكم بطاقة تومين مكونة من ثلاثة أفراد ترجمة نانسي قنقر